بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين بالنسبة إلى وثيقة الوحدة الإسلامية التي تم الإعلان عنها هذا اليوم في الواقع هي جاءت ضرورة ملحة وليست فقط ضرورة عادية ضرورة ملحة في هذه الفترة الحساسة التي تعيشها الأمة العربية والإسلامية بشكل عام خصوصا مع ظهور الفتاوى التي في الواقع لا أساس لها لا في ديننا الإسلامي ولا لها منطق في العقل ولا هي أيضا من ضرورات الحفاظ على السلم المشترك والحياة المشتركة بين جميع بني البشر فما بالك بالمسلمين الذين يعبدون رب واحد ويحجون لكعبة واحدة ويشهدون بأن لا إله إلا الله وأن محمد عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآله محمد فتوقيع هذه الوثيقة في الواقع يعني مطلب مهم ولكن ينقص هذا المطلب أن تحضره جميع الطوائف والمذاهب الإسلامية فلا يمكن أن تكون هناك وثيقة وأتمنى أن تتحول إلى ميثاق مشترك ميثاق سلم وميثاق وحدة مشترك بين جميع المسلمين لا يمكن أن يحضرها ويعلنها طرف واحد في الأمة الإسلامية جمعا بل يجب أن تكون حول هذه الوثيقة جميع القلوب وجميع الآراء وجميع البصمات ياريت يكون هذه الوثيقة كورقة بيضاء كتبت عليها هذه المبادئ الطيبة من المبادئ الوحدة الإسلامية وتحريم الدم والعرض والمال لكل المسلمين على بعضهم البعض بل واحترام حتى الأديان الأخرى في دمها ومالها وعرضها ياريت أن تكون بتوقيع بصمات النبصم بأصابعنا على هذه الوثيقة لتبقى فعلا وثيقة تصبح تراث تصبح تاريخ تصبح شيء متجذر بيننا فالوثائق ليست حروف وكلمات وحبر على أوراق الوثائق هي وثائق محبة قلبية الوثائق دائما بين المسلمين كوحدة واحدة هي كما دعنا الله سبحانه وتعالى لأن نكون على قلب واحد وعلى دين واحد لأننا في الواقع بشر متساوون في كل شيء لا يفرقنا إلا أمور جانبية وفرعية أما الأساس فنحن كلنا عبيد الله فيجب أن نكون تحت هذه الوحدة الواحدة التي تم في الواقع اليوم الإعلان عنها وننتظر أن يتجاوب معها الجميع في جميع أنحاء العالم وبالذات في عالمنا الإسلامي لنحقن دماؤنا ونوجه صوتنا ورؤانا وأيضا وحدتنا نوجهها لهدفنا المشترك في هذه الحياة ولتحرير أراضينا المغتصبة وللحفاظ على وحدتنا الإسلامية دائما وأبدا اشتركوا في القناة